بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل حديثنا السابق في البري كالكولوس ونمتدي الوقت جزء جديد وهو دالة المقياس وفي بعض الأهم بيسموها دالة القيمة المطلقة تعريفها لو أنا عندي دالة اسمها Fx فمقياس هذه الدالة أو القيمة المطلقة لهذه الدالة بعرفها بالشكل قدامنا أولاً بحط خطين رأسيين بالشكل كده حوالين الدالة ويبقى دالة Fx مقياسها هو يأما أضرب الدالة كلها في سالب إذا كانت الدالة أقل من الصفر وأسيبها زي ما هي إذا كانت الدالة أكبر من أو يساوي الصفر أي أن دالة المقياس دائماً وأبداً الناتج بتاعها هو موجب في بعض الخواص للدوال أو دالة المقياس هو أن مقياس أي دالة لازم تكون أكبر من أو يساوي صفر وإمتى بتساوي صفر إذا كانت الدالة نفسها تساوي صفر الخاصية الثانية إن لو عندي مقياس دالة أقل من عدد فده معناه ان هذه الدلة محصورة بين سالب هذا العدد وموجب هذا العدد طيب لو كان هنا اقل من او يساوي يبقى لازم احط هنا اكبر من او يساوي سالب العدد واقل من يساوي هذا العدد الخاصية الثالثة ان لو انا عندي دلة اكبر من عدد كان هنا اصغر هنا اكبر من عدد فده ما يحصلش الى زحاء شرطين الشرط الاول ان هذه الدلة اقل من او يساوي سالب هذا العدد واكبر من العدد لو في هنا كلمة اكبر من او يساوي يبقى يبقى هنا الدلة اقل من او يساوي وهنا اكبر من او يساوي الخاصية الرابعة ان لو عندي مقياس دلة اصغر من مقياس دلة اخرى فده مش هتحقق الا اذا كان مربع الدلة الاولى اقل من مربع الدلة التانية لو هنا اقل او يساوي يبقى يكون هنا اقل او يساوي الخاصية الخامسة ان مقياس اي دلة لو بيساوي عدد اذا ما داخل المقياس او هذه الدلة تساوي زائد او ناقص موجب او سالب هذا العدد لو لاحظت في الخواص من واحد الى خمسة او خلينا من اتنين الى خمسة انا بتخلص من علامة المقياس يعني هنا في رقم اتنين اف وفي اكس اقل من او يساوي الايه يبقى ده معناها ان الى اف وفي اكس ان علامة المقياس راحت خلاص هنا في الخاصية التالت علامة المقياس راحت في الخاصية الرابع علامة المقياس راحت في الاتنين وهكذا وده مهم جدا لان هنحتاجه ان شاء الله فيه لما نيجي نتكلم على المتبينات هناخد مثال مقياس الثلاثة اشوف لو اللي جوه المقياس ده عدد موجب يبقى حطه زي ما هو لو اللي جوه المقياس ده عدد سالب يبقى انا هضربه في سالب في سالب في سالب بكم ده موجب ليه عشان في جميع الاحوال ما بداخل المقياس ده اذا كان موجب او سالب فالناتج المقياس هو العدد الموجب اخيرا مقياس الصفر بيساوي صفر وعلشان كده الخاصية الاولى بتقول ان مقياس اي عدد مقياس اي دل دائما وابدا اكبر من او يساوي الصفر